ندى الدعاء به الرجاء به الرجاء ندى الدعاء اسمع دعاء المصطفى فيه الهدى فيه الصفى فيه المعارف أنزلت للعالمين به الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله صيامكم وطاعاتكم وعباداتكم إن شاء الله بأحسن القبول بين أيدينا دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك جاء في هذا الدعاء اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الدعاء المبارك أيها الإخوة الكرام أكرمكم الله بنور الإيمان مجموعة من المضامين المهمة التي ينبغي أن نتبصر فيها وأن نتأمل فيها المضمون الأول هو أن الجنان مفتح أبوابها في هذا الشهر الشريف والنيران أبوابها مغلقة أيضاً في هذا الشهر الكريم وهذا المضمون ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي خطب بها المسلمين في شهر شعبان المبارك في استقبال شهر رمضان المبارك حقيقة هذه الخطبة أيها الإخوة الكرام تمثل برنامجاً عبادياً لشهر رمضان المبارك لهذا أنا أنصح الأخوة الكرام في بداية شهر رمضان وحتى في وسط رمضان دائماً ما يطالعوها يقرؤون هذه الخطبة لأن تنطين برنامج متكامل برنامج عبادي لشهر رمضان المبارك ويحبذ الأخوة المؤمنون أو بعض المؤسسات الدينية المؤسسات الإعلامية يطبعوها بشكل جميل مرتب ويوزعوها على المؤمنين في شهر رمضان المبارك على أي حال في هذه الخطبة المباركة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم والشياطين مغلولة يعني محبوسة مقيدة فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم فإذا في شهر رمضان المبارك أبواب الجنان مفتحة أبواب النيران موسدة شياطين مربوطة محبوسة مغلولة هذا أش يعطينا أيها الإخوة الكرام هذا يعطينا فرصة كبيرة جدا للتغيير أن نغير واقعنا ربما الكثير من الناس أجارنا الله وإياكم من أهل النار من أهل الشقاء ما يدري يجوز كثير من الناس لما يحل عليهم شهر رمضان المبارك هو في الحقيقة مكتوب عليه من أهل الشقاء وليس من أهل السعادة يجوز من أهل النار أعوذ بالله لكن شهر رمضان المبارك فرصة للتغيير أن نغير مصيرنا أن نغير سلوكنا كتاب البلد الأمين كتاب البلد الأمين والدرع الحصين في الأدعية والأعمال والأوراد والأذكار للشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن ابن صالح العاملي الكفعمي رحمه الله ولد المؤلف سنة ثمانمائة وأربعين للهجرة بقرية كفر عيماني في جبل عامل في عائلة معروفة بالعلماء البارزين وقد ألف رحمه الله طوال حياته أكثر من تسع وأربعين مؤلفة في مجالات العلوم الإسلامية نذكر منها كتاب جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية المشهور بمصباح الكفعمي كتاب الفوائد الشريفة في شرح الصحيفة السجادية كتاب المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى كتاب محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة كتاب البلد الأمين والدرع الحصين توفي المؤلف رحمه الله عن عمر ناهز الخمسة والستين عاما وذلك في سنة تسعمائة وخمسة للهجرة ودوفن في مسقط رأسه جبل عامل أما كتابه الموسوم بالبلد الأمين والدرع الحصين فهو أقدم تأليفا من كتابه الجنة الواقية المعروف بالمصباح وأكبر منه وأبسط بكثير لاجتماله على جميع ما اجتمل عليه المصباح من الأدعية والأحراز والتسبيحات والتحصينات والزيارات والصلوات والاستخارات والاستغاثات وأعمال السنة والشهور والأسابيع والساعات مع زيادات في هذا الكتاب من أدعية الصحيفة السجادية وشرحها المعلق عليها وشرح الأسماء الحسنى ومحاسبة النفس وغيرها من الأدعية المبسوطة وبعد فراغه رحمه الله عن كتابة تمام أدعية الصحيفة وكتابة شرح الأدعية وتعليقاته على هوامش الأدعية قال ما لفظه نقلتها من صحيفة عليها إجازة عميد الرؤساء وقد نقلت عن خط علي بن السكون وقوبلت بخط محمد بن إدريس واستخرجت ما كتبته على الحواشي من كتب لا تلج ألفاظها الآذان ووسمت ما وضعته بالفوائد الشريفة في شرح الصحيفة ثم ذكر المؤلف رحمه الله فهرس الكتب المأخوذ منها وهي تزيد على مئتي كتاب ثم أورد تمام كتاب أدعية السر التي رواها الإمام الباقر عليه السلام ثم أدعية الوسائل إلى المسائل وهي مناجات مروية عن الإمام الجواد عليه السلام وقد جعلها مهرا لابنة المأمون ثم بعض أدعية أخرى ثم شرع في محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة ثم أورد مختصر دعوات الأسماء في شرح أربعين أسماء للشيخ شهاب الدين السهر وردي وقد فرغ منه رحمه الله سنة ثمانمائة وثمانية وستين للهجرة بعض الناس لديهم انحراف في شهر رمضان فرصة لأن يغير سلوكه ويقلع عن الانحراف ويأتي إلى الجادة السوية إلى الصراط المستقيم ليش؟ لأن أولا الجنان أبوابها مفتحة النيران أبوابها مغلقة والشياطين محبوسة هذا هو المهم أنت تدري أنه الكثير من الانحراف الكثير من الفساد الكثير من الفسوق من المعاصي سببها الشيطان الرجيم وسوسة الشيطان الشيطان يلعب دورا كبيرا في إغواء ابن آدم وفي إغراء ابن آدم بالمعصية من أهم عوامل الانحراف هو الشيطان الرجيم فما دام أنه الشيطان الرجيم محيد في هذا الشهر الشريف مقيد مغلول إذن هذه فرصة ينبغي أن نقتنم الفرصة فنصلح ما أفسدناه في الأشهر السابقة في الأيام السابقة ما دام الشياطين ما تقدر تأثر علينا لأنها مغلقة مقيدة مغلولة وما دام أبواب الجنان مفتوحة تدعونا إليها وأبواب النيران مغلقة إذن خلينا نغير مصيرنا خلينا نغير سلوكنا فبدل أن نكون من أهل الشقاء ينتهي شهر رمضان خلص شهر رمضان الكريم وإحنا إن شاء الله من أهل السعادة فإذن الشياطين مغلولة الجنان مفتوحة هذه فرصة كبيرة لكن بالمناسبة إخواني ترى صحيح الشياطين مغلولة لكن المفتاح عدنة البعض من عدنة يروح إلى شياطين هو يفتحها يفك أغلالها وسلاسلها فيطلقها هذه هنفت قضية ينبغي أن نلتفت إليها هذه المسألة الأولى إذن اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران المسألة الأخرى في الدعاء يقول ووفقني فيه لتلاوة القرآن تلاوة القرآن في هذا الشهر الشريف لأن القرآن الروايات القرآن الكريم هو ربيع القرآن شهر رمضان هو ربيع القرآن الكريم ولهذا على الإنسان أن يحرص على قراءة القرآن وتلاوة القرآن في هذا الشهر الشريف لا أقل أنه يختم القرآن في هذا الشهر الشريف سبعض المؤمنين الله عز وجل الموفقهم يختم القرآن في شهر رمضان المبارك مرتين وثلاثة واربعة وخمسة ذو موفقون هنيئا لهم لكن الإنسان اللي ما يقدر على ذلك لا أقل يختم في كامل الشهر يعني كل يوم يقرأ لجزء من القرآن الكريم يفرق على اليوم في وقت السحور وراء ما يخلص مثلا من سحوره ويخلص من أوراده يقرأ لجزء من القرآن أو وراء صلاة الصبح صلاة الفاجر بعد صلاة الظهور بعد الإفطار يوزع على أقل في اليوم واحد يقرأ له يقرأ له جزءا من القرآن الكريم ثلاثين يوم وثلاثين جزء يختم القرآن الكريم ولا بأس أن تكون ختمة القرآن جماعية هناك سنة جميلة في بعض البلدان هي جلسات القرآن أن يجلس المؤمنون يقرأ يجبون قارئ من القراء الممتازين فيقرأ معه المؤمنون هم يحصلون على الثواب وثواب ختمة القرآن وأيضا في نفس الوقت يصححون قراءتهم يتعلمون أحكام التلاوة إذن نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتلاوة القرآن الكريم في هذا الشهر الشريف والحمد لله رب العالمين ندى الدعاء به الرجاء به الرجاء ندى الدعاء اسمع دعاء المصطفى فيه الهدى فيه الصفى فيه المعارف أنزلها للعالمين به الشفاة